اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من مجموعة كلية مع مراعاة التبديل التوفيق بنختار بس ما نرعيش التبديل يعني لو احنا عملنا جدول ملخص كده سريع عندنا التجربة هل فيها تقرار ولا مفهش تقرار اذا كانت التجربة فيها تقرار وفيها تبديل يبقى نون اسره احنا فاكرين ان نون المجموعة كلية والريه المجموعة الجزئية يعني لو افترضنا انا عندي خمس كراسي عايز قعد عليهم ثلاث اشخاص بكم طريقة يمكن عود الثلاث اشخاص على ثلاث كراسي من الخمسة لو احنا هنعمل تبديل وتقرار يبقى خمسة قس ثلاثة طيب لو هناك تقرار بدون تبديل يبقى خمسة ناقص ثلاثة زائد واحد قف ثلاثة طيب مفيش لتقرار تبديل يبقى خمسة قف ثلاثة ده كده ملخص مبدأ العد نبدأ نشوف بعض التمرين اللي هتفكرنا بقواعد ونظريات التبديل والتوفيق فهنشوف كده اول مثال عندنا اول مثال بيقول اذا كان نون قف ره بيساوي نون لم ره فان نون بتساوي ره ولا نون بتساوي ره على اثنين ولا ره بتساوي صفر واحد ولا ره بتساوي واحد ونون احنا كلنا ععافين ان العلاقة ما بين نون قف ره ونون لم ره المفروض ان نون قف ره عبارة عن نون لم ره على مضروب الره ولما نعمل عمل اختصار هيطلع الناتج ان مضروب الره بيساوي واحد وفي هذه الحالة يبقى الره بتساوي يا صفر يا واحد يبقى مجموعة الحل رقم جيم اللي هي صفر واحد طبعا احنا عارفين ان كل الاسئلة هجلنا في صورة صح او الاختيار من المتعدد نبدأ نشوف المثال التاني برضو بيقول اذا كان نون لم خمسة بيساوي ستين في نون مقص واحد لم تلاتة فان النون بتساوي ستة ولا خمستاشر ولا عشرة ولا اتناشر طبعا عشان برضو نقدر نحل تعملين زي ده نفتكر مع بعض ما ينفعش يا جماعة في مسألة الطرف الايمن فيه لام والطرف الايصر فيه لام او الطرف الايمن فيه قاف والطرف الايصر فيه قاف يبقى يفضل نحطهم هما اللي اتنين في صورة نسبة فهيبقى نون لم خمسة الى نون نقص واحد لام تلاتة بتساوي ستين وبعد كده نبدأ نحول العملية الى مضاريب كلنا فاكرين نون لام ره لما نجي نحوله الى مضروب مضروب اللي فوق على مضروب الفرق ما بينهم اللي فوق هنا اللي هو النون والفرق بينهم اللي هو نون نقص خمسة يبقى الحل مضروب النون على مضروب نون نقص خمسة العالة ممكن نعمله فيه ونعمل التبديل التاني بالعكس يبقى المقام مضروب النون نقص واحد والبسط مضروب النون نقص اربعة طب ما ديجي نختصر المضروب دي مع بعضها هللاحظ ان مضروب النون اكبر من مضروب نون نقص واحد يبقى نشيل مضروب نون نقص واحد ونادج الاختصار يبقى نون مضروب النون نقص اربعة اكبر من مضروب نون نقص خمسة يبقى لما اختصرهم يتبقى نون نقص اربعة يبقى الناتج النهائي في أبسط صورة نون في نون نقص 4 بتسوي 60 لو إحنا ضربنا القصير نون مع بعض وحللنا العلاقة أو المعادلة التربعية دي اللي هي نون تربية نقص 4 نون نقص 60 بتسوي 0 يبقى النون هيطلع لها قمتين يأما بعشرة يأما بسالب 6 وإحنا عارفين طبعا كلنا أن النون عدد صحيح موجب ودي معلومة لازم كلنا نتأكد منها أن النون والره أعداد صحيحة موجبه يعني لا تصح تبقى سالبة ولا تنفع تكون كسرية ولا بتسوي 0 على فكرة لأن الأعداد الصحيحة الموجبه بداية هذه الأعداد من 1 إلى موجب من النهاية يبقى لو أنت بتحل أي مسألة في التبديل والتوفيق وطلعت معاك النون أو الره عدد سالب أو القسف لا ده يترفض النون والره أعداد صحيحة موجبه يبقى كده الاختيار الصحي في هذا المثال أن النون بتساوي 10 المثال البعادي برضو علاقة بين القف والقاف بيقول لي إذا كان تسعة قف ره أكبر من تسعة قف ره ناقص واحد فإن الره أقل من أربعة ولا الره أكبر من أربعة ولا الره أقل من خمسة ولا الره أكبر من الخمسة لسه إليك دلوقت العالم هنا أقل أكبر يساوي حاول بقدر الإمكان إحنا بنقول الطريقة اللي تحلي بها أي مسألة يا جماعة لو جال المسألة فيها علاقة في صورة متبينة في صورة معادلة في أي صورة ما حاول ما يكونش فيه قف مين وقف شمال أو قف ولام حطوهم في صورة نسبة لما نحول هنا المسألة إلى صورة نسبة هنلاحظ أن العلاقة باقت تسعة قف ره إيه لا تسعة قف ره ناقص واحد هتبقى أكبر من واحد أنا أسامت الطرف الآمن على الطرف الآيصر طيب كده نحولها إلى مضاريب القاف تحولها المضروب قلنا القاعدة بتاعتها مضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت في مضروب الفري ما بينهم يبقى البسط مضروب واحد المقام اتنين مضروب أيوا أنا سمع الناس هو بيقولوا إن إيه الفرق يا مستر ما بين نون لام ره ونون قف ره كده واضح الفرق إن نون لام ره بسطها مضروب نون مقامها نون نقص ره نون قف أنا أقول لكم الملخص نون قف ره بسطها نون مقامها ره ونون نقص ره إيبقى لما نيجي نحول المسألة اللي قدامنا دي إلى مضاريب هنقول مضروب التسعة على مضروب الره في مضروب تسعة نقص ره كده حققت القاعدة خلي بالك أنا العالة بعملها على طول أوتوماتيك فيه والتوفيق التانية بفكها بالعكس يبقى مقامي مضروب النون تمام طب مبسطي مضروب الره نقص واحد لما نيجي نطرح تسعة نقص ره نقص واحد خلي بالك نقص ره ليبقى السالب واحد يتحاول ليبقى موجب فكده بقت عشرة نقص ره الحتة دي عايزة تركيز شوية لأن موظرنا باللقبة في النقطة دي طب نبدأ بقى نختصر المضروب دي تمام مضروب التسعة هتروح مع مضروب تسعة طب أنا عندي مضروب ره نقص واحد في البسط ومضروب ره مثلا طب هو ينفع أن نختصر مضروب عشرة نقص ره مع مضروب ره لا خلي عندنا نوع من أنواع الزكاء وصرعة البديهة أني لما جي أختصر مضروب بختصر المضروب اللي تحتوي على نفس المجهول والليها نفس المعاملات يعني عندي مضروب نون ومضروب اتنين نون اختصارهم هنا صعب جدا يبقى هنا اختصر مضروب ره مع مضروب ره نقص واحد من الصغير تمام مضروب ره نقص واحد أصغر يبقى دا اللي يختصر يتبقى في المقام ره مضروب العشرة نقص ره مع مضروب تسعة نقص ره الأصغر برد تسعة نقص ره هنشيله يتبقى في البسط عشرة نقص ره يبقى ناتج الاختصار تسعة نقص ره على الره لما نضربهم في واحد ونضرب طرفين في وسطين يبقى كده العاشر ناقص ريه أقل من الريه يبقى لو جمعنا ريه مع بعض في طرف واحد هتطلع أن الاتنين ريه أقل من عشرة يعني الريه أقل من خمسة وتبقى الإجابة ريه أقل من خمسة لرقم جيم يلا تعالوا معايا كده نشوف مثال تاني برضو ما زلنا فيه التبديل برضو السؤال جالي بقى طويل شوية عشان نجمع كل اللي احنا قلناه في المثال ده كده بسرعة برضو مديني علاقة أن النون زاد اتنين لم ريه إلا هنا الراجل جاهز حتطوم للاتنين في سورة اسمه نون زاد اتنين قف ريه كنسبة اتنين إلى واحد ونون قف ريه زاد واحد إلى نون قف ريه كنسبة خمسة إلى ثلاثة عايز جيب قيمة اتنين نون قاف نون ناقص ريه لما نيجي نحل دي كتمرين طيب هل النادج بيطلع اتنين وعشرين ولا هيطلع معايا ميتين واثنين ولا ألفين واثنين ولا عشرين ألف واثنين خلاص عرفنا بقى الحوار طالما عندي نسبة يبقى كد نحول الشكل إلى مضريب وشرحنا إزاي نحول اللام لمضروب والقاف إلى مضروب يبقى اللام هتتحول مضروب نون زاد اتنين على مضروب نون ناصر زاد اتنين و القاف هيبقى مضروب الريه؟ بالعكس بقى يبقى مضروب ريه في مضروب نون ناقص ريه زاد اتنين على مضروب نون زاد اتنين لما نيجي نختصر مضروب نون زادي 2 رح مع مضروب نون زادي 2 ويتبقى عندي مضروب الره ب2 امتى مضروب الره بيساوي 2 تمام عندما ره تساوي 2 ما احنا عارفين قعدة لو المضروب بيساوي عدد نشوف قيمة المضروب ده ايه اللي مضروبه يساوي 2 هيطلع الره ب2 كده جبنا الره تلعت ب2 نعوض ويه نجيب القاف يبقى الاتنين نون قاف نون وقص ره لما اجيب قيمة النون هنعوض في العلاقة العلاقة التانية ان نون قاف ره زايد واحد الى نون قاف ره طيب مش احنا جبنا ره ب2 مستر نعوض عنها يبقى نون قاف 3 الى نون قاف 2 بتساوي 5 على 3 على فكرة من الحتة دي فيه طريقتين ممكن نحلي بها المسألة احنا عارفين كلنا ان فيه قانون النسبة بين توفقين متتليين فيه قانونين مهمين او في التوفيق اولاد النسبة بين توفقين متتليين ومجموع توفقين متتليين فنون قاف 3 لو نون قاف 2 ممكن لو انت فاكر قانونه يبقى على طول نون ناقص 3 ثلاثة زائد واحد على ثلاثة ده لو انت فاكر القانون بتاعه طب لو انت مش فاكر القانون حاولها المضرب يا سيدي حاول نفس المسألة المضرب بس لو انا طبقت القانون اسهل لي ويقفر ليه في الوقت لو ان الكلام ده بيساوي خمسة على ثلاثة البسط بيساوي البسط يبقى المقام بيساوي المقام وعليه النون تطلع بسبعة لو عوضنا في القيمة المطلوبة اللي هي اتنين نون قاف نون ما قصره هتطلع 14 قاف خمسة اعمل على الآلة الآلة فيه زرارين بتجيب بيهم التبديل والتوفيق تمام انا سامع الناس بتقول ان التبديل على زرار العلى الفي والتوفيق على زرار العلى فلو انا هايزة اعمل دلوقتي مثلا 7 علامة 3 يبقى اقول 7 shift علامة الضرب 3 هيظهر معي على الشاشة 7 بي 3 ولو انا هايزة اعملها توفيق هقول 7 shift علامة 3 هيظهر معي 7 سي 3 يبقى التبديل على الآلة ال B والتوفيق اللي هو ال C كده نشوف مثال اخير او مثال تاني على التبديل برضو دي طبعا مبدأ العد بقى نصيحتي ليك في مبدأ العد طبق قادة اللي احنا قلناها اقرى المثال بالراحة شوف المثال هنا طبعا الامثلة في التبديل في المبدأ العد كتيرة جدا انا هقول لك برشامة تحل بيها مبدأ العد في بعض الدروس كده يا أولاد بتبقى الدنيا معنا عايزين حد يقول لنا نعمل ايه في الحتة دي فانا بقول لك بصراحة كده اقرى المسألة كويس شوف المسألة هل فيها احلال احلال يعني تقرار ان انا بسحب الحاجة وبرجحها ممكن اسحبها كمان مرة العدد مقوم الرقمين لو قلته 22 ده عدد ولا مش عدد عدد بس ايه اللي حصل هنا احد واثنين عشرات واثنين يبقى هنا فيه تقرار لما قولي العدد واحد وعشرين هل هو نفس العدد اتنشر مع ان نفس مقونات العدد واحدة هنا عملت عملية تبديل يبقى فيه مسائل تسمح بالتقرار او تسمح بالتبديل فاحنا لخصنا الموضوع في كلمتين لو المسألة اللي قدامك فيها تقرار وتبديل يبقى نون قسره طيب ما فيهاش تقرار بس يسمح بالتبديل يبقى نون لمره طيب ما فيهاش لا تقرار ولا تبديل يبقى نون قفره زي مسألة الاشخاص اي مسألة هجلك في الامتحان اختيار اشخاص من مجموعة معينة دي توافق على طول ليه مسألة هو انا ممكن اعمل عملية تقرار اخذ مثلا قدامي مجموعة من الاشخاص اخذ محمد مرتين محمد عجبني اخذه مرة وارجع اخذه تاني لا انا اخترت محمد مش اقدر اختاره تاني يبقى الاشخاص دايما ما فيهاش لا تقرار ولا تبديل وفيه معلومة تانية عايزة لكو عليها بسرعة الفرمة بين كلمة وا واو وفي التوافق او التبديل تعني الضرب او تعني الجمع يعني انا هختار يا اما الالم الاصمر او الالم الاحمر كلمة او هنا بجمع ويبقى ضرب زي المسألة قدامنا كده عندي مجموعة مكونة من ست حروف قالت بيجي من ده ليه واو دول ست حروف المسألة بتقول ايه عدد طرق اختيار حرفين يبقى من الستة هختار اتنين ايه وضعوهم بقى بالنسبة لي ركز معا بقى عايز اعرف انا فيه تبديل قال ما فيش فيه تكرار قال ما فيش قال لي حرفين مختلفين اهو كده لغالي التكرار طب معا هل ما عندي معناها تبديل برضا ما فيش تبديل انا قدامي صندوق يحتوي على مجموعة من القراط فيه لون احمر اصفر اخضر ابيض هسحب القراطين مع بعض اللي اتنين طلعوا واحدة حمراء واحدة سوداء من الاول ومن التاني لا ده اللي اتنين طلعين ايه مع بعض يبقى هنا ما فيش لا تكرار ولا تبديل يبقى انا كده خلاص عرفت ان طلاب عرفوا ان التمرين ده هيبقى توفي يعني ما هواش لا بديل طب وليه طلعت نون 6 قف 2 زائد 6 قف 3 حل مصهر قدامنا كده لان زبا بقولنا هنختار من ال 6 حروف حرفين يبقى 6 قف 2 كاتب لي هنا اول لواء اه قال لي او ثلاثة احرف يبقى زائد 6 قف 3 طب لو قال لي اختيار حرفين مختلفين معا و ثلاثة احرف يبقى كنا اخذنا الاختيار الاولاني اللي هو 6 قف 2 في 6 قف 3 نشوف المثال اللي بعدي برضو اه دخلنا اهو على عدد طرق اختيار عدد زوجي وعددين فرديين واخدين بالكم من صورة السؤال ان هنا ما دنيش اي نوع من انواع التبديل او غيره هل هيطلع الناتج 14 ولا 40 ولا 80 ولا 70 لما نيجي نشوف الحل بتاعها احنا ليه هنا عملناها تبديل لان هنا يسمح بالتقرار بس لا بالتبديل لكن لا يسمح بالتقرار انا عندي من العداد الزوجية اربعة هنختار منهم واحد يبقى اربعة لام واحد والاعداد الفردية خمسة هنختار منهم اتنين يبقى خمسة لام اتنين طب ليه فيه لان نقالي و اختيار عدد زوجي عدد واحد من اربع اعداد زوجية وعددين فرديين من خمس اعداد و عددين فرديين من خمس اعداد فردية من هنا اتحولت الى تبديل فيطلع الناتج 80 ودي بقى اللي جابة صح 80 اللي يجيهم طبعا يا مصر احنا بنقول في الامتحان السؤال هيجي في صورة اختر نحل وبعدين نختار ولا نختار عشوائي اخترق عشوائي من الخطورة اخترت صح هتاخد الدرجة اخترت غلق يبقى صح انك تحل المثال وعلى اساسه تبدأ تقول الاختيار الصحي بتاعت المثال بعد كده فاكنين قولتلكوا عليه مهم قوي بقول لي 50 قف 4 زائد هو المفروض هنا فيه سممشنز 56 قف 56 ناقص قف 3 هل دي بتساوي 56 قف 4 لازم التوفقين بمتتليين النون بتساوي النون وره أكبر من ره دي بواحد بواحد ما ينفعش أكثر من كده لأنه يبقى عليه جمع توفقين متتليين قانون الجمع بنجمع على النون واحد ونناخد الريه الكبير زي مجموعة التوفير اللي قدامنا دي ينفع أجمع قال لي نجمع 50 قف 4 مع 50 قف 3 أيوة برافو يدين 51 51 قف 4 51 قف 4 هنجمعها مع ايه مع 51 قف 3 يدين 52 قف 4 اللي باشتبع عليه ده كأن جماعتم مع الحد اللي في ايه وهكذا 52 قف 4 مع 52 قف 3 يدي 53 قف 4 هنجمع عليه 53 قف 3 يطلع 4 55 قف 4 وهكذا بطبق الى ان يكون الناتج 56 قف 4 دي الاجابة الصحيحة نشوف البعد كده عايزين نكون مجموعة أيوة سمعت اقول الاولاد بيقولوا اقول جماعة طلاب العزاء بيفكروني يا مستر انت ولتنا من شوية اي مسألة اشخاص على مسئوليتي تبقى توفي برافو مركزين معي فلم يجي يقول لي يراد تكوين لجنة من اربع اشخاص لجنة مكونة من اربع اشخاص هنختارهم من ايه في تسع رجال وثلاث سيدات فان عدد اللجنة التي تحتوي على امرأة واحدة وانا لما اكون بكون لجنة مكونة من اربع اشخاص في منهم امرأة واحدة يبقى فيهم كام رجل تلاتة يبقى انا هختار ايه كده من النساء هختار واحدة من الرجال هختار تلاتة سيدات تلاتة هنختار منهم واحدة الرجال تسعة هنختار منهم تلاتة لان اللجنة كلها كانت اربع اشخاص فيبقى كده تسعة قاف تلاتة في تلاتة قاف واحد نشوف المثال البعادي برضو برضو السؤال ده لزيز اول امتحان متكون من تلات سؤال الطالب عليه انه عشان ينجح يحل عشر اسئلة من تلات قوليدي بقى السؤال ده تبديل ولا توفيق تمام سمعت مستر الاسئلة ما فيهاش لا تكرار ولا تبديل يعني ايه تكرار السؤال الاولاني حلته لقيته سهل افضل عيده مرة واثنين وثلاثة واربعة ما ينفعش طبعا انا حليت السؤال مرة اتخاص مفعش تقرره طب تبديل السؤال ده ما عجبنيش المسائل مبدأ العد بالذات تحدد المسألة محتاج منها فيه تبديل ولا ما فيهش تبديل فيه تكرار ولا ما فيهش تكرار فواضح ان السؤال ما فيهش لا تبديل ولا تكرار يبقى ده توفيق اوكي طب ايه بقى قصة المسألة المسألة بتقول هناك تلتاشر سؤال لما طب بقى ايدي كده معناها زمرة كاملة اللي هم عشر وثلاثة تلتاشر سؤال السمنة تلتاشر سؤال دول انت مش بديجي بعض الامتحنات يقولك اجب عن السؤال القاتي يبقى ده سؤال اجباري ومعدين يجيب اربع اسئلة اقولك اختار تلاتة من الاربعة يبقى انت لو ما حلتش السؤال الاولان هتاخد درجته لا مش تاخد درجته طبعا طبعا ما قال لي اجب عن السؤال القاتي يبقى ده سؤال اجباري فالسؤال المسألة هنا قسمت الثلاثة عشر سؤال إلى خمس أسئلة أولى وبعدين وتمان أسئلة يبقى أول خمس أسئلة دي مجموعة لوحدها والثمان أسئلة البقيين مجموعة لوحدها فالسؤال بيقول عشان الطالب ينجح يحل على الأقل أربع من الخمسة الأولى في كلمة هنا مهمة قوي عايزين نوضحها إيه الفرق ما بين كلمة على الأقل وعلى الأقصر أنا لما أقول الجاكب بتاع ده على الأقل باربعين جنيه مثلا يبقى ده معناه إيه إن أقل سعر فيه أربعين لكن ممكن يزدد عن كده لكن لما أقول الألم بكتيره بخمستاشر جنيه يبقى أعلى سعر لي خمستاشر فلما أجأ أقول أربع أسئلة على الأقل من الخمسة الأولى يبقى لازم من الخمسة الأولى يحل يا إما أربعة يا إما خمسة طب لو من الخمسة الأولى حل أربعة يحل من التمانية تمام ستة لأن إحنا متفقين إن هو يجاوب على عشر أسئلة في الامتحان عشان ينجح فدلوقتي لو جاوب أربعة من الخمسة الأولى يبقى محتاجين ستة من التمانية يبقى هنا خمسة قف أربعة ويعني فيه تمانية قف ستة طب لو حل خمسة من الأولى يحل خمسة من المجموعة التانية يبقى خمسة قف خمسة فيه تمانية قف خمسة ودي الإجابة بتاعت سؤالنا اللي هي خمسة قف أربعة في تمانية يبقى كده الإجابة الصح أكيد طبعا خمسة قف أربعة في تمانية قف ستة زائد ليه قلت هنا زائد لأنه يا إما يحل أربعة من الأولى أو خمسة يبقى كلمة أو قدت إلى عملية الجامعة يبقى كده عندنا ده الجزء بتاع التبديل نشوف الآخر السؤال بعد كده برضه بيقول إذا كان اتنين نون زائد واحد لام ثلاثة أنا عايزة أوضح لك يا أولاد إن لو اداك قيمة اللام كما معلومة أو القاف كما معلومة أو المضروب كما معلومة فيه حل من الاتنين يعني ما تاخد المتين وعاشر وتحللها إلى عواملها الأولية على أن يكون هناك حاصل ضرب ثلاث أعداد متتالية يستوي متين وعاشر ليه مستر ما هي المفروض نون لام ثلاثة يعني حاصل ضرب ثلاث أعداد متتالية يستوي متين وعاشر أو جرب على الآلة حقك بقى حق نجرب على الآلة كده نشوف كم لام ثلاثة يستوي متين وعاشر وإحنا عالين في الملخص إن قيمة النون أكبر من أو تساوي الره يبقى نبدأ نجرب أي عدد أكبر من التلاتة نجرب مثلا أنا نصيحتي لك جرب ضعف التلاتة ضعف التلاتة كام؟ ستة جرب كده وإنت أمسك القلب الآلة فيها كده سمح جرب معي ستة لم تلاتة تلعج كام؟ مئة وعشرين تمام؟ لا مش ده المطلوب أزود بقى طب جرب كده سبعة لم تلاتة متين وعاشر أيوة يبقى كده قدر أقول إن السبعة لم تلاتة بمتين وعاشر يعني الاتنين نون زاد واحد بتساوي سبعة ومنها النون تطلع بثلاتة وكده درنا تجيب النون طيب المواطر التاني بقول لي مضروب نون زاد ره بتساوي أربعة وعشرين يبقى قدر أجيب كده قيمة الكلام ده بيساوي أربعة يعني النون زاد ره بيساوي أربعة والنون بثلاتة يعني ده تطلع بواحد المطلوب عايز جيب نون قفريه تلاتة قفريه اللي يطلع بتلاتة يبقى الحل تلاتة وكده اهنا اه اه اتكلمنا على الدرس الأول ايه التبديل التوفيق نتكلم عن درس التاني درس التاني نظرية في الجبر من النظريات المهمة جدا في حياتنا العملية وحياتنا رياضية يا بلاحظ ان بعض الطلبة يعني صعب عليهم قوي فك قوس سينزا يتصادق كل تربية لجد دلوقتي بيفكوه غلط مع انه هو كل تربية قمال بقى لو علمتك ازاي تفك قوس والس اربعة والس خامسة والس ستة على فكرة النظرية دي يعني ارجو كونوا استمتعتوا بيها وهي تشرح لكم نظرية من النظريات المهمة جدا 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 في علم الرياضيات ويريت فعلا تكون عندكم الاستعداد بان احنا مفهمنا للنظرية واستخدامنا لها قد كده بيحل مواضيع ومفاهيم رياضية مهمة جدا واستمتعناك تفك مثلا ما قولك سين زائد صاد كل قصة عشر طيب فكرة المفكوك ده سهل يا مستر اولا نابسة سريعة كده وضعنا نزيل زي حدين عدد عدد مفكوك الحدود بتاعتنا بتزيد عن النوم بواحد ده اول ما نو عايزين نوصلها يعني لو القوس سين زائد صاد قصة عشر يبقى عدد الحدود كام حداشر طب لو القوس اتناشر يبقى عدد الحدود تلاتاشر طب قوس عشرين ابعاد الحدود واحد وعشرين وطبعا النظريات بتاعتنا كلها قائمة على قانون واحد فقط اللي هو قانون الحد العام لو عندي الالف زائد الف سين زائد بيصاد كله السنون قانون الحد العام اللي بنشتغل عليه في كل المسائل هو حهر زائد واحد بيساوي نون قف ره الف سين اللي هو الحد الاول سنون رأى أسره الحد الثاني اللي هو بيصاد كله أسره اللي بنشتغل عليه في نظر الزائد الحدين طيب فيه برضو يعني نتيجة بسيطة كده لذيذة هتوفر عليكم مجهود شوية قانون النسبة بين حدين متتلين حدين متتلين فاكرين من شوية تكلمنا على النسبة بين توفقين متتلين دلوقتي بنتكلم على النسبة بين حدين متتلين قانون بيقول حهر زائد واحد على حهر هنا بقى عكس التوفيق بنلغي الحد الأكبر وناخد الحد الأصغر يبقى في التوفيق فيها كلمة قافة هي خليك فاكرني توفيق خد اللي فوق حدين خد اللي تحت يبقى لما نيجي نطبق قانون النسبة بين حدين متتلين بناخد المقام سبق من البسط يبقى البسط حهر زائد واحد المقام حهر إلغي البسط اللي هو الحد الأكبر خد المقام اللي هو الحد الأصغر نادج القانون بيقول إيه نون اللي هو القصة تعقص ناقص ره لو رجبة الحد الأصغر زائد واحد من عندنا على الره في الحد الثاني اللي هو به صاد على الأولان اللي هو الفسين طيب المعلومة الأخيرة المفكوك إمتى يبقى لها حد أوسط وإمتى يبقى لها حدين أوسطين على حسب النون القس بتاع القوس لو النون عدد زوجي عدد الحدود تمام تبقى فردي يبقى لهم وسط وحيد الردبة بتاعته النون على اتنين زائد واحد يعني لو عندي قوس قوس عشرين لها قام وسط وسط وحيد حد أوسط وحيد هو إيه عشرين على اتنين عشرة زائد واحد يبقى الحد الحد عشر هل الحد الحد عشر فعلا هو الحد الأوسط في المفكوك هذه الحدود تمام ليه المفكوك كان واحد وعشرين حدا لما أقول الحد الحد عشر قبل منه عشرة وبعد منه عشرة يبقى عشرين وهو يبقى الواحد وعشرين أنا كده صح طب لو النون عدد فردي هيطلع عدد الحدود زوجية يبقى كده لها كم وسط وسطين يعني لو قلت النون بـ 11 بعدد الحدود 12 إيه هما لحدين الأوسطين السادس والسابع طب نعرفه من هنا مستر قال القاعدة نون زائد واحد على اتنين مش عايز اقترفز ركز معا كده ووصل لنفسك المعلومة النون عدد زوجية يعني يقبل القسم على اتنين اسمه على اتنين بعدين نجمعه واحد النون عدد فردي هل يقبل القسم على اتنين لا فلازم أزود عليه واحد عشان يقبل القسم على اتنين يبقى لو النون لو فردي زود على النون واحد واسم على اتنين وخد اللي بعد يعني لو تلك قسمه رفعه قص 17 أيوة يبقى 18 على الاتنين يبقى التاسع والعاشر أكد نبسك المعلومة التاسع والعاشر قبلهم 8 وبعدهم 8 يبقى كده 16 والاتنين دول يبقوا كده عندنا التمانتاشر تمام؟ نشوف بقى تمرين على نظرية ذات الحدين المثال الأولين زي ما قلنا هتلاحظ أن القصين هنا القص بتاعهم متساوي فمن حق أضرب الأقواس فيبقى الحد الأخير في المفكوك الحد الأخير يبقى لما نجي نضرب الأقواس هيطلع 2 سين ناقص 4 كل تربية كل 5 فيبقى الحد الأخير هنا هو الحد السادس لما نجي نفكه بالقلون عليه هيطلع سالب سين قصة 10 طيب المثال الثاني أكبر معامل في المفكوك برضو ده سؤال مهم قوي أكبر معامل في المفكوك في المفكوك اللي قدامنا ده فيه طريقتين طبعا ده 29 فممكن نعد من وراء القدام من أول 21 ننزل 5 حدود أو بدل الحدين وهات الحد الخامس من البداية فهيبقى الحد الخامس عبارة عن هو الحد الأوسط فلما نجي بقيمته الحد الخامس هيبقى 12 قفة 4 الحد الأول اللي هو 2 سين تربية كل سلفار ما بينهم يبقى 8 الحد الثاني اللي هو سينوس 3 على 2 لكله أس 4 لما نوضع هنا الأسس ونجي بقيمة الحد هيطلع 7,020 على سينوس 4 دي الإجابة بتاعتنا طب السؤال اللي بعد كده في المفكوك ده النسبة بين قيمة الحد الخالي من سين خالي من سين المفكوك يا جماعة ده لما نجي نفكه أيوة أنا سمعتك حدود وسبح حدود إحدى هذه الحدود لا يحتوي على سين هو الحد الخالي من سين بنجيب الحد الخالي من سين ازاي؟ تمام بجيب الحد العام واخد الأسس بتاع السين واسويه بصفر زي ما نجيب دلوقتي الحد العام عندي 6 قفره سينوس 2 كله 6 ناصره 2 سينوس 3 بعد كله سيره هفوق هوزع الأسس وأجمع الحدود المتشابهة هيطلع الحد العام في النهاية 6 قفره 2 سيره سينوس 16 ناصره ستريه عشان أجيب الحد الخالي من سين أسوي القص بصفر تطلع الره باربعة يبقى كده أصدر حد الخامس طيب عشان أجيب النسبة ما بين الحد الأوسط اللي هو الحد الرابع 6 على 2 3 زائد 1 باربعة يبقى كده أجيب نسبة الحد الخامس إلى الحد الرابع بتطبيق قانون النسبة يطلع النسبة 3 إلى 2 وده يبقى الحل بتاعه دي كانت المسائل الشهرة جداً في نظرية زاية الحدين طبعاً عارفين أن الدرس اللي بعد كده هو الأعداد المركبة والأعداد المركبة لو قلنا ملخص لها عايزين حصص في الأعداد لأنه تعارفين أن هناك 3 صور أقول بس سريعاً صورة جابرية صورة أسية صورة مسلسية مع تكوين شروطها ومن خلال حل هنفتقل مع بعض يعني نجيب لي عدد بيقول لي إذا كان عين 2 ناقص 2 جزر 3 إيه لما نجي نحاوله إلى صورة أسية إحنا تأكدنا الأول أنه هو في الصورة جابرية الصحيحة طيب عشان نحاوله إلى صورة مسلسية أو صورة أسية نجيب جزء الحقيقي بـ 2 الجزء التخيلي سالي بـ 2 جزر 3 نجيب من المقياس بتاع العدد اللي هو اللام فهيبقى الجزر التربيعي ليه سين تربية زائد صد تربية وعليه هتبقى اللام بتصور بها اللام اللي هو من قياس العدد طول العدد بعد العدد عن نقطة الأصل نبقى فاهمين طيب عشان أقدر أجيب الصورة المسلسية أو الأسية عايزين نجيب سعته وأفكركم كده بسرعة السعة هي قياس الزاوية التي يصنعها العدد مع الجزء المجب لمحور السنات والوضع القياسي يبقى بنجيبه من خلال فيه ناس بيجيبه بالجاية واجتها ومنه يحددوا الربع أو أنا بنصحك هاتوا بالزاوية على طول وحددوا الربع لحسب إشارة الصد والسين زي ما احنا شايفين كده الصد سالبة والسين موجبه يبقى العدد ده في الربع الرابع أي عدد في الربع الرابع أو التالت دايما هديك اختياراته بالجزء أو القياس السالب مش بالقياس الموجب يبقى هنا قياس الزاوية يسوي سالب ستين يعني سالب باي على ثلاثة ومنه يبقى العدد عين في الصورة القسية هو عبارة عن أربعة هي قس سالب باي على ثلاثة المثال التاني عين إيه ده مصد الصورة المثلسية بس صحيحة ليه لأنها عند المقياس بالسالب والجتة نقص إجاب السالب لأ الصورة المثلسية الصحيحة أن يكون المقياس موجب الجزء الحاج الجده والجزء التخيلي جاه وكله بالموجب طب عشان لما نحوله إلى صورة جابرية صحيحة عشان نجيبه السعة الصحيحة لهذا العدد لازم نحوله إلى الصورة المثلسية الصحيحة فقلنا اضرب السالب خمسة جوه بقيت سالب جتة ستين مجاب تده جتة ستين الجتة سالبة طب عزينا حاولها الموجب الربع اللي فيك جتة سالب والجموجب تمام يبقى ده الربع التاني مئة أمينين وستين هتطلع مئة وعشرين درجة يبقى سعة العدد الصحيحة مئة وعشرين ودي تبقى الإجابة بتاعتنا السؤال اللي بعد كده جايب لي سالب واحد زي جزر تلاتة تيل كل قص تمانية واربعين سريعا جده هنصحكم بحاجتين مئة ومئة قوي أي عدد مرفوع القص أسوأ صورة للتعامل للصورة الجبرية ما التعاملش مع الصورة الجبرية أبدا حاجة تانية عند جمعة أو طرح عددين اجبار الصورة الجبرية ما ينفعش لا مسلسية ولا قصية معنى جايب أنت ما سعز تقول عشان أجيب القيمة العددية لهذا المقدار أحوله إلى إحدى الصورتين يا إمم مسلسية يا إمم والسي ومنها أختار الإجابة الصحيحة طيب يبقى لما نجي نحاول دي الصورة والسية السين بسالب واحد والصاب بجزر تلاتة يبقى اللام تطلع باتنين الزاسيتة عندي السين سالبة والصاد مجابة يبقى في الربع التاني يبقى السيتة بمئة وعشرين يبقى العدد في الصورة الصحيحة اتنين جتا اتنين على تلاتة باي زائد ت جا اتنين على تلاتة باي الكل قصة تمانية واربعين تمام لو عندي عدد عين مرفو القص بنحط القص على المقياس يبقى اتنين قصة تمانية واربعين ونضرب القص في السيتة يبقى لو نضرب التمانية واربعين في السيتة هتطلع الصورة اتنين قصة 48 جات أتنين باي زائد تيه جات أتنين باي جات أتنين باي بواحد وتيه جات أتنين باي بصفر يطلع الحل اتنين قصة 48 ودي الاختيار الصح السؤال بعد كده عندي عددين تمام صورة جابريه دي اللي قتب لكم عليها عايز يجيب السعة لعين واحد زائد عين اتنين قوة هتحول عين واحد إلى صورة مثلثية وعين اتنين لا الأجمع الأول يبقى لما نجي نجمع عين واحد زائد عين اتنين هيطلع العدد عين عبارة عن سلب واحد زائد جات سلات دي وكده سهل أجيب السعة بتاعته السين بسلب واحد والصاد بجزر ثلاثة يبقى إزا سيتا بتساوي صاد على سين يبقى في الربع الثاني زي ما اتفقنا يبقى كده السيتا بمئة وعشرين وده الاختيار الصحيح طيب السؤال بعد كده بقول لي إزا كان العدد عين واحد بيساوي اتنين جاه باي على ثلاثة جات ده عدد في الصورة المثلثية غير الصحيحة طيب ليه مصد غير الصحيحة الجزء الحقيقي جاه والتخيلي جات لأ الصح إن الحقيقي جدا والتخيلي جاه يبقى كده مديني الصورة غير الصحيحة طيب أحاولهم إزاي بقى إلى صورة مسلثية صحيحة زي ما نشوف دلوقتي كده يبقى عين واحد جاتها باي على ستة زائته جابها على ستة دي جادة بقى صورة مسلثية صحيحة عين اتنين أيوة دي صورة مسلثية صحيحة وعين تلاتة صورة مسلثية صحيحة المطلوب كان عين واحد قس تلاتة فعين اتنين قس أربعة عين اتنين قس خمس نجمع كده مع بعض على طول يبقى بنحط القس على المقياس وفي حالة الضار بنجمع وفي حالة الإسمة بنطرح فيطلع اتنين قس تلاتة في جزر اتنين قس أربعة على اتنين قس خمس ونجمع السعة ويطلع النادج النهائي هي قس 67 بايته لأن المقياس هنا يطلع معنا بواحد طيب الأوميجة وحوار الأوميجة لما يجيب له سؤال زي كده المقدار ده كله قس 3 5 أوميجة زي 2 زي 5 أوميجة تربية المقدار ده مقاومة كم حد يا جماعة تمام 3 حدود إيه اللي يمكن جمعهم هنا الخمسة أوميجة مع خمسة أوميجة تربية معه الواحد والأوميجة والأوميجة تربية دي الجزور التكابيلة واحد صحيح من إحدى الخواص المهمة قوي إن مجموم هم التلاتة بصفر يبقى أي اتنين منهم يدي التالت بعكس الإشعارة يبقى خمسة أوميجة زائد خمسة أوميجة تربية يدي السالب 5 زائد اتنين يبقى سالب 3 الكولوس تلاتة يبقى سالب 27 وده يبقى الحل بتاعنا هو سالب 27 السؤال اللي بعد كده عايز يجيب قيمة هذا المجدار هنطبع نفس الكلام شوف البسط بتلات حدود إيه اللي يمجن جمعيهما برافو التلاتة مع التلاتة أوميجة تربية هيدين سالب 3 أوميجة والموجة بخمسة أوميجة فيطلع معي اتنين أوميجة ده البسط الأولاني البسط التاني برضو اللي ينفع جمعهم هنا تلاتة زائد 3 أوميجة هيدين سالب 3 أوميجة تربية مع موجة بخمسة أوميجة تربية يبقى موجة باثنين أوميجة تربية طبعا المقام هنا متوحد فهنجمع البسط وعلى أساسه نختار الاختيار بتاعنا يبقى من اللي احنا قلناه مجموعة الحل يبقى البسط سالب 2 أوميجة وموجة باثنين أوميجة تربية على ثلاثة نقص 2 أوميجة تربية لما نوحد المقامات ونبدأ نجمع اللي ينفع الجمع هنا في البسط نشوف 6 أوميجة مع سالب 4 أوميجة يطلع 2 أوميجة زائد 2 أوميجة تربية على طبعا التسعة فتنين أوميجة تكعيب كان بكم؟ تمام بواحد يبقى اللي 4 أوميجة تكعيب بواحد الوقت بنتكلم في المقام وعندي 9 يبقى 9 زائد 4 13 طيب سالب 6 أوميجة مع سالب 6 أوميجة تربية يدي موجة بـ 6 احنا قلنا بقى التلاتة مجموعهم بصفر لهم التلاتة موجدين أي اتنين منهم يدي التالت بعكس الإشارة فانا عندي هنا سالب 6 أوميجة سالب 6 أوميجة تربية يدي موجة بـ 6 ويبقى البسط 2 أوميجة زائد 2 أوميجة تربية يدي سالب 2 على 13 و 6 بالـ 19 وده يبقى الاختيار الصحيح السؤال بعد كده دي سميشنز مجموعة ريه من واحد لمية أمجة أو السرية هل الاحتمال هنا أو النادج بتاع هذا السميشن أو المجموعة أمجة ولا أمجة تربية ولا سالب ولا واحد ولا واحد هنعوض عن الرية من واحد لمية ايه ده كتير قوي مستر طب ما نعمل قاعدة لما نبدأ نشوف الحدود أمجة أوس واحد أوس اتنين أوس تلاتة تمام دول مجموعة بايه بصفر والتلاتة البعديهم برضو بصفر المية في أمجة تسعة أو تسعين حد هيبقوا بصفار يتبقى الأمجة والسمية برافو اللي هي بأمجة يبقى نادج النهائي يدي أمجة وده الاختيار الصحيح المسألة بعد كده مسألة مشهورة جدا منقول يا جماعة في حالة خاصة للأمجة لو لقيت المسألة معاملات الباست زي معاملات المقام في حلين يا إما تضرب الباست في أمجة تكعيب يا إما تشوف إزاي خلي الباست زي المقام يا كده يا كده فلو إحنا بصنا هنا هنلاقي المقام في به والباست في به أمجة يبقى أنا لو ضربت المقام والباست كل من هما في أمجة هيديني إن الباست زي المقام نفس الحوار في الكسر التاني هنضرب في أمجة تربيع هيبقى الباست زي المقام عند الإختصار هيبقى عندي أمجة ناقص أمجة تربيع كل أس ثمانية وبرضو كده احنا عارفين إن قيمة الأمجة خلي بالكنا كده من خلال الأمثلة رجعت لكم كل خواص الأمجة يبقى يا موجة بيسالب جزر تلاتة ته كل أس ثمانية مفكوك ده هيديني واحد وتمانين ته أس ثمانية بواحد فالنادجة لها واحد وتمانين وده الاختيار الصحيح الدرس اللي بعد كده عندنا المحددات والمصفوفات طبعا هناك عدة خواص في المحددات والمصفوفات أو المحددة جايب لقيمة تزيل المحددات وجايب لاختيارات هل قيمتها هتبقى ثلاثة جزط ثلاثة ولا موجة بثلاثة غسطات ته ولا سالب جنس تلاثة ولا موجة بثلاثة ته إحنا عندنا ق تعال ده بتقول إن لو المحددة يدرنا نجمة جميع الصفوف بتاعتها نجمة جميع الصفوف او جميع الأعمدة بجمعهم هيطلع معايا واحد زائد أمجة تربية زائد ثلاثة أمجة تربية. ويه؟ بنت الله هنلاقي أن واحد زائد أمجة زائد أمجة تربية بصفر. واحد زائد أمجة زائد أمجة تربية برضو بصفر. كده أقدر أجيب قيمة المحددة باستخدام الصف الأولاني. يبقى نقول ثلاثة ونفتح كوس أمجة في أمجة بأمجة تربية. ناقص أمجة تربية في أمجة تربية أمجة أصف أربعة. وإحنا عارفين الأمجة قيمتها لا تزيد عن أمجة يأمجة تربية. أمجة أصف أربعة بأمجة يبقى أمجة تربية نص أمجة في ثلاثة. يبقى ناتج يأم موجب وسالب ثلاثة جزر ثلاثة. دي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال بعد كده في المحددات. ملاحظ هنا أن الصف الأول كله بوحايد. أنا بسميه عن نفس دلقة القدر. أول ما تلاقي المحددة الصف الأول فيها بوحايد. أو العمود الأول بوحايد. يعرف أن ربنا الحمد لله كده قبل ما سأل أزيز أول. هتضرب العمود الأول في سالب. ودف مرة على العمود الثاني ومرة على العمود الثالث. ليه مصطر حركة دي؟ أنا بحاول أوصل للمحددة المثلثية الصفرية. فلما نعمل اللي احنا قلنا عليه ده بضرب العمود الأول في سالب واحد. وإضافته إلى العمود الثاني مرة والعمود الثالث مرة. هيظهر معايا الشكل المثلثي. لكي بقى كده محددة مسلثية. النادج بتاعها عبارة عن حاصل ضرب القطر الرئيسي. اللي هو واحد في صاد ناقصين في سالب صاد ناقصين. لما نضرب القصين دول معا بعد ونجمعهم. هيطلع معايا المقدار صاد أو صاد ناقص صاد كل تربيع. ده الاختيار للصحيب بتاعنا. طيب بعد كده. لو جايب لي محددة زي كده. بيقول لي بتساوي صفر. وعايز يجيب قيمة قلب بهجيم. برضي فكريتها لازلزة قوي. زي ما كان هناك أو ملتلك أو ما تلاقي الوحاية صفة وعمود تعمل إيه. هنا برضو. على فكرة مسألة المحددات ممكن حلاب طريقة أو باثنين وثلاثة. تمام؟ أنا موجود نظري. البسيطة إنك لو لقيت محددة فيها عمود أو صف جمعة أو طرح عددين حولهم إلى محددتين. فلما نجي نحول المحددة الأصلية دي إلى محددتين هنفك العمود الأولاني. لكن العمود الثاني والثالث بينزلوا زم هم في المحددتين. فهتبقى المحددة الأولى عمودها الأولاني ألف تكعيب به تكعيب جيم تكعيب. طب مش ملاحظ. إن في المحددة الأولى ممكن أخذ من الصف الأولاني تمام؟ الألف عمل مشترك. وممكن أخذ به عمل مشترك من الصف الثاني وجيم عمل مشترك من الصف الثالث. فهيبقى عندي ألف به جيم وفي المحددة ذاتها. هطلع نفس المحددة عملي أولاد مشترك. يتبقى ألف به جيم ناقص واحد بتساوي الصفر. ومن هنا قدر أقول إن قلب في جيم بتساوي واحد. وده الاختيار الصحيح لقيمة قلب به جيم. مسألة دي يعني مش ععرف عندي حساس نسبة كبيرة أو إنه ممكن تكون سؤال في الامتحان. لو جاء لي السين ناقص اثنين أحد عوامل المحدد. برافو. يبقى ده معناه إن عندما السين باثنين قيمة المحددة بصفر. هياكد المعلومة تانية. إذا كان السين أحد عوامل المحددة. يبقى عند السين بصفر المحددة بصفر. إذا كان السين زائد واحد أحد عوامل المحددة. يبقى عند السين بسالب واحد قيمة المحددة بصفر. يوجد قيمة الكاف. يبقى أحنا هنا في المحددة دي هنعوض عن كل قيمة سين باثنين. لإيجاد قيمة كاف ونشوفه قيمة الاختيارات فلما نعود عن السن باتنين المحددة هتكون كلقات واحد أو زي ما انت شايفينها دلوقتي ممكن نجيب قيمتها بالخواص خلي بالك أنا صفار السلب 3 وال5 إزاي مصدر زي ما قلنا دلوقتي عندك واحد الواحد ده يصفر اللي تحته واللي تحته أو يصفر اللي جنبه واللي جنبه أنا عايز أوصل للصفار عشان تبقى محددة مسلسية خلو ضربت الصف الأول في 3 واضفناه إلى الصف الثاني هيظهر الصف الأولاني طب أخلي الخمسة بصفر ازاي مش دي خمسة محتاج لها سالب خمسة خلاص اضرب الصف الأول في سالب خمسة واضفته للصف الثالث اللي أنا بقوله دي خاصية من أهم الخواص من خواص المحددات إن عند ضرب عناصر الصف في عدد واضافاته إلى عناصر الصف آخر لا تتغير قيمة المحددة ولكن تظل قيمة زمهية وكده أقدر أوصل للمحددة المسلسية طب هو الصف الأخير ده ما كانه طبيعي؟ ده طبع طب أعمل إيه؟ ألبرد من ضمن الخواص عند ده بدل صفين أو عمودين نغير الإشارة طب ما كده كده المحددة بصفر فلو الإشارة مش هتفرق معي فأنا ممكن أبدل العمود الثاني مع الثالث وبعدين أرجع أبدل العمود الصف الثاني مع الثالث وكده أوصل للمحددة المسلسية هيكون الناتج إن كاف نقص ثمانية بصفر وعليه عند ضرب القطر الرئيسي يبقى الكاف تطلع بتمانية والسؤال اللي بعد كده بيقول لي إذا كان المصفوفة الأولى في المصفوفة الثانية بيساوي خمسة وثلاثة إوجد ختمة سينوصاد فإحنا هنضرب السينوصاد هيبقى عبارة عن حاصل ضرب المصفوفة في المعقوس الضربي فلو أنا فقط إن المصفوفة ألف عناصرها كالآتي معقوسها الضربي قيمة المحددة واحد على قيمة المحددة قيمة المحددة ألف اتنين في سلب واحد بسلب اتنين ناقص ثلاثة فاربعة باثناشر يبقى سلب أربعتاشر ونبدل عناصر القطر الرئيسي ونغير إشارات القطر الرئيسي ده المحددة السينائية طبعا للسلسية ده موضوع يبقى كده الألف وسلسلب واحد زي ما نشافينا كده ومن أقدر أجيب قيمة سينوصاد يبقى قيمة سينوصاد بتساوي المعقوس الضرب اللي المصفوفة ألف في مصفوط المعاملات اللي هي خمسة وثلاثة طبعا عايفين الضرب بنضرب الصف الأول في العمود والصف الثاني في العمود واللي يطلع نضربه في سلب واحد على البعتاشر هيبقى مجموعة الحل واحد وواحد يعني معنى كده إن السين بواحد والصاد بواحد يبقى الحل سين زائد صاد بساوي اثنين ده كده الجزء بتاع الجبر وطبعا بتمنى لكم كل التوفيق نتكلم شوية كده بسرعة على مجموعة من الأسئلة في الهندسة وناخد محتويات الهندسة بسرعة على مجموعة من الأسئلة فعندنا أول سؤال من دين المتجه ألف الإحداث بتاعه واحد وسلبية واحد واثنين والمتجه ب الإحداث بتاعه الثلاثة وسلبية دين وصفر وطالب مني نساحة سطح حجم متوازي السطوح طبعا الاختيارات بتاعتنا بتبعوا قدامنا إحنا عارفين إن حجم متوازي السطوح عبارة عن حاصل ضرب المتجهات التلاتة الذي يحملها أضلاع متوازي السطوح ألف ضرب قياسي ب في ضرب اتجاهي الجيم وده بنعمل بي محددة مسلسية على أن يكون الصف الأول إحداثيات المتجه ألف الصف الثاني إحداثيات المتجه به الصف الثالث إحداثيات المتجه السؤال ده مهم جدا ومنها قدر أجيب حجم متوازي السطوح بقيمة هذه المحددة المحددة ولو إحنا جيبنا قيمة المحددة زي ما إحنا عارفين بإشارة الصف الأول له إشارات المرافقات موجب سالب موجب يبقى موجب واحد نلغي صفه وعموده سالب 2 في 4 بتمانية ناقص 3 في صفر بصفر السالب واحد في السالب واحد يبقى موجب واحد وينلغي صفه وعموده 3 في 4 بـ 12 ناقص صف موجب 3 وينلغي صفه وعموده 3 في 2 بـ 6 ناقص صف وبكده أقدر أجيب قيمة المحددة هتطلع معايا بـ 16 وده بحجم متوازي السطوح السؤال الثاني بيقول لي إذا كانت السيتا هي الزاوية لحد المحصورة بين المتجهين ألف وبي فإن سيتا قياسة هل صفر ولا ستين ولا مئة وعشرين ولا مئة وتمانين تمام كلنا عارفين قانون الزاوية النجاة الزاوية بيساوي حاصل ضرب المتجهين على حاصل ضرب معيارهم فلو أنا ضربت المتجه ألف ضرب قياس المتجه به هيطلع معايا سالب أربعة ناقص ستة وثلاثين ناقص واحد على معيار المتجه ألف عبارة عن الجزء التربية لمربع السين زل مربع الصال زل مربع العين فهيطلع النجاة جاتها سيتا بسالب واحد واربعين على واحد واربعين اللي هو سالب واحد ومنها يبقى قياس الزاوية بتساو مئة وتمانين وده الاختيار الصحيح السؤال بعد كده بديني الثلاث قياسات زاوية التي يصنع المتجه مع محاول الإحداثيات وكلنا عارفين أن جاتها تربية سيتا سين زل جاتها تربية سيتا صاد زل جاتها تربية سيتا عين تمام بتساو الواحد ومن هنا أقدر أجيب قياس الزاوية سيتا على أن تكون بتطبيق العلاقة اللي احنا اتفان عليها يبقى جاتها تربية سيتا سين ونعود عن قيم سيتا سين وستا صاد بتلاتين وسبعين وقدر أجيب قياس الزاوية سيتا هتطلع معيها تمانية وستين درجة واحد وستين دقيقة ده الاختيار للإجابة الصحيحة طول العمود المرسوم من النقطة على المحاول كلنا عارفين طول النقطة في الإحداثي لو أنا أجيب بوضع عن محور السينات يبقى جزر سات تربية زادين تربية طب لو أجيب بوضع عن محور السادات يبقى جزر سين تربية زادين تربية هو هنا طالب بعض النقطة عن محور السينات يبقى الإجابة بتاعتها هنقول جزر سين تربية زاد سات تربية هيطلع سلطة تربية زاد روعة تربية يبقى البعض العمودي خمس وحدات طيب مديني معادلة قرة وبيسألنا على طول نص قطرها القرى هنا في الصورة غير الصحيحة لأن من شروط الصورة الصحيحة لمعادلة القرى أن يكون معامل سين تربيع بيساو معامل صد تربيع بيساو معامل العين تربيع بواحد طب هنا معاملات السين والصد والعين تربيع بتلاتة تمام إذا لازم أقسم الأول المعادلة على تلاتة عشان قادر أحط الصورة الصحيحة للمعادلة القرى فلما نقسم على تلاتة هتطلع المعدة زي ما تشايفين قدامنا كده ومنها أقدر أجيب المركز برافو المركز بيبقى معامل السين على سلب 2 معامل الصاد على سلب 2 ومعامل العين على سلب 2 فيطلع معي سلب 3 و 4 و سلب 2 الدال عندي قيمة أبو 1 قانون النق إن النق بيساوي الجذر التربيعي لسين تربيع زي سات تربيع زي زي سات تربيع ناس دال ويطلع النق بتلاتة أو باتنين جذر سبعة دي الإجابة الصحيحة طيب معادلة المستوى كلنا عارفين معادلة المستوى عايزله نقطة ومتجه عمودة عليه النقطة التي يمر بها المستوى 1 و 2 و 3 اللي يوازي كل من سين وصاد يعني يوازي المحورين يبقى كده المعادلة بتاعته طبعا كلنا عارفينها هناخد الإحداثي العين فيبقى المعادلة بتاعته عين بتساوي 3 طب لو نفس المستوى يمر بنفس النقطة ولكن يوازي صاد وعين برافو هناخد الإحداثي السيني يعني يطلع معادلةه سين بتساوي 1 السؤال بعد كده مديني معادلة مستقيم دي الصورة عامة للمستقيم ودي الصورة صحيحة لو حبيت أسألكو النقطة التي يمر بها هذا المستقيم هتقول لي صفر وصفر وصفر طب ما هو متجه اتجاه المستقيم 3 و1 وسلب 3 طبعا دي صورة صحيحة للمستقيم لأن شروط المستقيم أن يقولهم عامل السين بيساوي عامل الصد بيساوي عامل عين كل منهم بواحد طيب ومديني مستوى عشان أقدر أجيب النون العمود عليه هيبقى واحد وكاف واثنين طب الشرط هنا أن هناك توازي بين المستقيم والمستوى إيه شرط التوازي تمام أن هي ضرب قياس نون بصفر يبقى هنضرب اله في النون ونشوف كم تقريبين الكافة تطلع معنا بكام فزي ما قلنا اله هتبقى 3 و1 وسلب 3 النون هتبقى واحد وكاف ضربهم قياسيا هنضربهم مع بعض ضرب قياسي هيبقى 3 زائد كاف نقص 6 بتصوى صفر ومنها الكافة تطلع بتلاتة وده الاختيار الصحيح طيب قانون الزاوية بينه مستقيمين إحنا عارفين الزاوية بين مستقيمين الزاوية بين متجهين الزاوية بين مستقيم ومستوى أو الزاوية بينه مستويين بيبقى القانون هنجيب متجه اتجاه الأولاني ومتجه اتجاه التاني طيب قياس الزاوية بينهم أي من الاختيارات الأدية الصحيحة هجيب متجه اتجاه المستقيم الأولاني هيطلع سلب 5 وسلب 1 واربعة لما جيب متجه اتجاه المستقيم الآخر هيطلع 3 وسلب 4 واثنين قانون الزاوية بينهما إذا ما شايفين كده معيار طيب ليه المعيار يا مستر إذا تقاطع المستقيمين يحصران بينهما زاويتان أحدهم حدى والأخرى منفرجة إحنا بنختار الزاوية لحد ده المحصورة عشان كده بنحط البست داخل مقياس ولما نجي نعوض عنه واحد وهي اتنين هلدى نقول إن حاصل ضربهم مقياسيا على حاصل ضرب من معيارهم هيطلع الإجابة 3 على جهز الـ 21 لو قلنا شفت قوزين الإجابة تطلع معانا تقريبا 83 و80 درجة ودي الإجابة الاختيار بتاع صحيحة فسأل طب الزاوية ما بين مستقيم ومستوى خلي بالك أنت هجيب متجه العمودي بتاع المستوى وهجيب متجه اتجاه المستقيم الزاوية المحصورة بينهما ليست هي الزاوية بين المستقيم والمستوى برافو يبقى الزاوية اللي هقدر أجيبها أطرحها من 90 عشان أقدر أجيب الزاوية بين المستقيم والمستوى يبقى برضه عشان أقدر أجيب الاختيار الصح من الاختيارات قدامنا هنجيب متجه اتجاه الأولاني النوم المتجه العمودي هيبقى واحد وواحد وصفر والمتجه اتجاه المستقيم هيبقى اتنين وواحد واثنين وعلى ازاسه قادر يجيب الزاوية بين المتجه العمودي ومتجه اتجاه المستقيم خلي بالك لما يجي بيننا قياس الزاوية جات السيدة تتساوي واحد على جاز الاثنين يعني ازاي تطلع معانا خمسة واربعين درجة لو طرحناه من تسعين برضا تطلع 45 درجة يبقى اختيار الصحي بتاعنا هو 45 درجة ده كان مجموعة أسئلة وخصوصا الزاوية بين المستويين وانا سعيد باللقاكم وشكرا السلام عليكم